في الواقع عمليتان أعلن عنهما حتى الآن حزب الله كما ذكرت ضد موقع بركة ريشة تجمع للجنود الإسرائيليين في هذا الموقع وأيضا ضد موقع حانيتة الذي يقابل بلدة علم الشعب في القطاع الغربي من جنوب لبنان أما القصف المدفعي الإسرائيلي فكان مركزا هذا الصباح على بلدات في القطاع الشرقي من جنوب لبنان ولسيما بلدة لخيام بلدة كفركلة التي طالها عدد من القذائف أيضا وأيضا في تلة العويضة المجاورة للعديسة كذلك أطراف الطيبة تعرضت للقصف الإسرائيلي كذلك بلدة وكانت هي بدورها عرضة لقذائف إسرائيلية هذا الصباح أما ما يجدر التوقف عنده هو ما حصل ليلة أمس من استهداف لمنزل في حومين التحت في قضاء النبطية هذا الاستهداف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي يخرق بشكل كبير قواعد الاشتباك السارية حتى الآن منذ مواجهات طفان الأقصى لأن حومين التحت هي تبعد عن الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة حوالي 60 كم أي أنها في عمق الأراضي اللبنانية في قضاء النبطية هذا الاستهداف يشكل خطرا كبيرا وتطورا إضافيا إلى استهدافات أخرى كانت قد لشأت إليها القوات الإسرائيلية في عمق الأراضي اللبنانية أذكر بأنها كانت قد استهدفت فانا في منطقة الزهراني أيضا في العمق اللبناني وأيضا معمل ألومنيوم على طريق الكفور النبطية أيضا في عمق الأراضي اللبنانية إذن المواجهات الحدودية هي مستمرة على وطيرتها المرتفعة منذ انتهاء الهدنة السابقة في قطاع غزة ولكن أيضا نشهد بين يوم وآخر تطورات ميدانية عسكرية تنظر بالمزيد من الخطر على غرار هذا التطور الذي حصل ليلة أمس باستهداف منزل في حمين التحت ولكن لم تتم الإفادة عن وقوع إصابات نتيجة هذا الاستهداف طيب أرجو كذلك كرودي أن توضح لنا نحن الآن أمام ساروخين أطلقا بحسب رواية الاحتلال أمام ساروخين أطلقا من جنوب لبنان أحدهم استهدف مسيارة كما يقول الاحتلال والساروخ الآخر استهدف موقع حنيتة هل ما قلته صحيح؟ حزب الله أعلن بالفعل عن استهداف موقع حنيتة هذا الموقع الذي يقع في منطقة القطاع الغربي من جنوب لبنان وأيضا كما علمت أن المصادر الإسرائيلية أعلنت عن صاروخ تم استهدف فيه موقع سعسع الإسرائيلي هذا الأمر لم يؤكده حزب الله حتى الآن ولكن كما نعلم وكما نراقب ونلاحظ أن العمليات هي مستمرة وبوتيرة شبه دائمة على مدار ساعات النهار التي يعلن عنها حزب الله عندما يتم إطلاق صواريخ أحيانا كما نلاحظ أيضا أن حزب الله لا يعلن عن إطلاق هذه الصواريخ هناك عمليات لا يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل حزب الله أذكر مثلا بالأمس كانت هناك فيديوهات واضحة لاستهداف موقع الرادار في مزارع شبع المحتلة ولكن حزب الله لم يعلن بشكل رسمي عن العملية ضد هذا الموقع هناك صليات من الصواريخ تطلق أيضا من جنوب لبنان ولكن لا يتم تبنيها لماذا البعض يقول بأنه ربما من يقوم بهذه العمليات هي فصائل فلسطينية من المتحالفة مع حزب الله ولكن لا يتم الإعلان عن ذلك بشكل سريع ورسمي وذلك لاعتبارات متعددة أولا للإبقاء على نوع من سرية هذه العمليات وثانيا أيضا لاستيعاب الجمهور اللبناني أيضا لما يحصل في هذه المواجهات الحدودية مع فلسطين المحتلة أشكرك كلودي أبي حنة مرسلة الغد كنت معنا من جنوب لبنان شكرا لك